قال الدكتور بسام الحجاوي وعضو لجنة الأوبئة بوزارة الصحة أن الأردن دخل بالموجة الثالثة من كورونا في أسبوع عيد الأطحى مشيراً إلى أن المنحنى الوبائي سيتوالى بموجات كورونا لغاية انتهاء الجائحة لافتاً إلى أن عمليات التطعيم تخفف من حدة هذه الموجات وذكر حجاوي أن أسباب عدم حدة الموجة الثالثة من كورونا في الأردن هو التطعيم ضد الفيروس ونفح الجاوي تنسيب لجنة الأوبئة تأجيل التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات مؤكداً في الوقت ذاته أن أرقام كورونا في المملكة تحت الرقابة والرصد وأنها غير مقلقة في الوقت الحالي